السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اليوم ان شاء الله هنتم على الرد على الاستخارة اللي احنا اخدناها مبارح طبعا التأخير لغاية ما ايجا الرد اليوم ان شاء الله هنرد عليها بالنسبة للناس الجديدة اهلا وسهلا بالناس اللي شرفوني على القناة لا تنسوا اخواني واخواتي وضع اللايك همي شيء وضع اللايك والاشتراك في القناة تمام احنا اليوم هنبدأ الرد باذن الله تعالى طبعا دائما وابدأ نقول ايه لا يعلم الغيب الا الله حتى ان صدقنا بالتفسير لا يعلم الغيب الا الله هو الاعلى واعلم بكل شيء نبدأ بالرد اول شيء بالنسبة لانجي بنت ثريا انجي انجي حبيبتي يا عمري الاستخارة هو ظهرت انه فيه خطوبة بس لمين مش بينه بس كل اللي ظهر انه فيه خطوبة المنام اللي كان انك انت اللابس الفستان الابيض طبعا الفستان الابيض ده العزباء بدل انه هناك فيه خطوبة انت لابسة فستان ابيض ودخلة لبيت جديد يعني حياة جديدة باذن الله تعالى انت هتدخليها ان شاء الله هذي بتدل على خطوبة دائما يا بنات اللي بتحلم خاصة العزباء انه لابسة فستان ابيض ودخلة بيت جديد تأكدوا تماما انه هي هيك بدها تنتقل من مكان لمكان الله يا ربي يكتب لك كل خير يا انجي المنام بيدل انه فيه خطوبة باذن الله هي خطوبة قريبة ان شاء الله طيب نشوف وهراني شيماء وهراني حبيبتي وهراني عفوا وهراني شيماء حبيبتي بالنسبة لزواج شيماء بنت نصرية من رؤوف هو الظاهر فعلا ظاهر انه هو هو في زواج هو يحبها على فكرة شيماء هو يحب شيماء رؤوف يحب شيماء في محبة كبيرة بناتهم ويشتقلها جدا وفيه ود كبير وكان فيه علاقة كبيرة بناتهم وحيتم تواصل وفيه بناتهم محبة وان شاء الله انه يكون زواج لكن هو ما ظهر حاليا انه فيه زواج غير انه فيه حب وفيه تواصل وانه هذا الشخص رأوه فيه كثير مشتاق له وهراني طب ميميم مايا ميميم مايا ان شاء الله نعم فيه خطوبة قريبة باذن الله تعالى ربنا يكتب لك كل الخير والسعادة فيه خطوبة قريبة باذن الله تعالى الله يفرحك والله يسعدك ميدو موشا ميدو موشا بالنسبة لعادل نعم عادل يحبها ومشتاق لها جدا ونفسه انه هو يرتبط معاها لكن هو ليس جاهز للزواج الان مش جاهز ماشي هو ليس جاهز للزواج الان الله تعالى ولا يعلم الغيب الا الله يميدو موشا ماشي هو يحبها نعم بذر زي ما بحكي لك ما فيه ضاهر فيه زواج طبعا لا يعلم الغيب الا الله الله اعلى واعلم حتى ان صدقنا الله اعلى واعلم دائما نقول لا يعلم الغيب الا الله تمام طيب احنا هسا نشوف مين نشوف هدا دودو هدا دودو هذا الاستخار موجود من زمان هدى دودو طبعا هو هذا الشاب يحبك جدا سعيد يحبك يا هدى في محبة واضحة جدا لكن حصل أنه هو أنه الوالدة ما بدها هذا الزواج أنه يتم بس العلم عند الله تعالى أنه هيقنع الوالدة وهايحصل رجوع وهيتم زواج بإذن الله تعالى ولكن في صعوبات في هذا الموضوع على فكرة هدى دودو في شوية صعوبات في الموضوع طيب نيجي لمن؟ لكوين كوين بالنسبة لعلي الخطوبة مش ظهر الآن هي المحبة موجودة لكن الخطوبة هي مش ظهر الآن بس علي يحب كوين جدا نيجي لأسيل أسيل بالنسبة لوظيفة الآن ما فيش وظيفة مش ظهر أنه في وظيفة يمكن فيما بعد أنه هو يكون بإذن الله تعالى يعني إن شاء الله يرب السنة الجديدة تكون خير يا أسيل ويتم فيها وظيفة حاليا ما فيه بس إن شاء الله فيما بعد طبعا لا يعلم الغيب إلا الله والله أعلى وأعلم عرفتي؟ طيب أسيل بالنسبة للزواج ما فيش ترك للزواج ما فيه ترك للزواج ما فيش مثلا إن هو هيترك أو أنت هيتركي لا مش ظاهر فيه ترك نهائي غيومي غطت عيوني فيه حب قوي جدا لكن من طرفك أنت يعني غيومي غطت عيوني هو بيعرفيك هو معجب إعجاب هو معجب بك إعجاب ولكن أنت تحبي حب كبير جدا أنت بتحبيه كثير لكن هذا الحب هو من طرف واحد هو معجب بكي لكن الحب من طرفك أنت فقط الوردة السوداء الوردة السوداء حيتم تواصل محمد حيتم تواصل مع ميس للمعند الله تعالى حيتم التواصل لكن يعني الله على وعلم يعني فيها شهرين كده طبعا الله أعلم ولا أعلم الغيب إلا الله زنو زنو حبيبتي نعم فيه زواج إن شاء الله أنا بتفعل بالسنة الجديدة هتكون خير على الجميع يا الله يا رب زنو فيه زواج هيكون بإذن الله تعالى وبرضو على بداية السنة الجديدة إن شاء الله يعني السنة الجديدة يا بنات كلها كام يدوب شهر وهندخل فيه السنة الجديدة إن شاء الله أن يكون فيها سوسو لرى قناتي انت فين نشباين سوسو لرى قناتي إن شاء الله غيابها أن يكون خير تبعا وردة ثقاها الرحمن إن شاء الله تعالى إن شاء الله إنه هيتم رجوعها لزوجها ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى وردة طبعا انا مش عارف الكلام كان صح ولا ارقس مش عارف برضو وردة انت هيتم الرجوع ان شاء الله تعالى هذه واضحة دمعة ما تنزل دمعة ما تنزل بالنسبة للرجل مش باين انه في طلاق مش هيتلق زوجته مش باين انه في طلاق هو بالنسبة انه في زواج يعني شخص اللي انت قصدتي نعم هو في محبة ومحبة كبيرة لكن مش ظاهر طلاق مش ظاهر طلاق في الاستخارة ما ظاهر طلاق هيك انا بتمنى يا ربي ان احنا اخذنا للجميع الاستخارة لو احنا ما قلناش وحدة حاولوا انه يا بنا تكتبوا لي تحت الفيديو الاستخارات بتاعتكم دائما وابدن نقول لا يعلم الغيب الا الله والله اعلى واعلم حتى انصدقنا بالتفسير اي استفسار اي استخارة اي منام اكتبوها تحت الفيديو ان شاء الله اني انا هاخدها وارد عليها بكرة الاستخارة برد عليها تاني يوم تفسير الاحلام برد عليها بنفس اليوم طبعا اليوم عندنا باذن الله تعالى بث مباشر حيكون الساعة 11 بالليل توقيت الاردن والقاهرة اللي هو مصر يعني باذن الله تعالى بالنسبة للعراق ممكن يكون اقل منا بساعة ممكن احنا 11 ممكن هما يكونوا 10 بالليل طبعا الله اعلى واعلم انا مش عارفها بيها بالزبط الله اعلم المهم انا بحبكم جميعا بتمنى لكم كل الخير والسعادة اي سؤال تحت الفيديو اكتبوه سودعتكم عند الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة